خذوني على المستوى الشخصي الانسان ما وده ساعت تتكلم عن نفسه لك لما يحسوا والله في رسالة مؤثرة يقول طبعا ذكرت قصة من اعجب القصص في الصداقات صارت لي الآن بذكر قصة صارت لي في البلاء لي وما اقولها والله الا ولن تحديثا بنعمة الله ويقع في النفس التأثير لما تقول الله صار لي او شفت غيره تقول الله قاله سمعته قريت يعني وصل دي قبل سنتين او نص او ثلاث وصل بي الكرب طبعا جاني انزلاق اضروفي طحت على الفراش ما اقدر اقوم يعني عربية الى دورة المية تكرمون السامعين ووضع وتكالبت علي ظروف استحني اقولها يعني وما في مصرحة من ذكرها لكن عظمت عظمت لدرجة اني سرتي يعني اتكلم اقولها يعني كنت ابكي من الكرب ابكي من الكرب فقالت لي زوجتي تتابعني الان صلى الله يرفع قدرها جميع نساء المسلمين نعم قالت لي يا علي لعله اختبار لك بصدق اللجوء الى الله لعله اختبار لك ان تقطع قلبك من الخلق لعله درس لك اختبار يختبرك ربك يقول لك ترى عندي عندي الفرج عندي العافية عندي الشفاء خلك من الخلق خلك من الناس وفعلا انا اتكلم في وقت من الاوقات كنت والله افلان ويمين ويصار لعلاج فكان القلب متعلق بغير الله انا اعترف انا خلوق ضعيف وتمر انسان احوال الله اعلم بها فكان فيه نعم نظرت الى قلبي طلعت قلبي كده قدامي معنويا مبحسيا طبعا شلت قلبي وحطيته قدامي كده وقبلت اساوله تشريح اناظر هلا والا متعلق في الموضوع افلاني عندي ورزقي عندي والله قلبي شوي مع افلاني وكذا كذا قلت لا هذا الخلق ضعفاء مساكين محتاجين مثلي هذا الضعيف الضعيف يمكن اضعف مني والله شفتها بام عيني رحت عند بعض الناس الكبار الكبار نعم دخلت على لقيته مغذيات داخله والياء السلاك طالعة انا اظر فيه كده يا الله انا جاي ابغى الفزعة من ذا وحالته حالة الاسلاك فيه المغذيات فيه ما يدر بمن حوله وهذا الضعيف ذا والناس ما يدرون عنه هو الله في حاجة والله انك بس تحط يدك على تقول يا رب اشهر فنظرت في حالتي وانا قلبي متعلق بغير ربي انا اتكلم اعترف قلت اول علاج لي انا هذا القلب الخايص لا بشهر واجتهدت اجتهدت اني على قدر استطاعتي ما ازكي نفسيا مخلوق الى الان القلب فيه ما ارض الله المستهدت اجتهدت على قدر استطاعتي بس انا وريت ربي بس بعض الشيء الله كريم الله كريم لو اقبلت بس لو جيت تمشي بس لو تقرت منه شبرا باعا لو جيت بس تمشي اتاك هر ولا جل وعلا بس وريت ربي بس بعض بعض التعلق به بعض الانطراح على بابه بعض التعلق وحاول تعالج شوي من مرة هذا القلب والله يا عياني واللي رفع السماء بلا عمد اتاني الفرج البيت اتا الفرج يطرق علي الباب والله واللي رفع السماء بلا عمد الله حرك الارض من دولة لدولة اتا الفرج لين عندي لين بيتي فرجت حصل الشفاء رفع البلاء تسرت الامور ايوالله كنت ابكي اول من الهم والضيق واغلقت الابواب صرت بعدها ابكي والله من الفرج والله يا عيالي اني ابكي من الفرج ابكي وتقول لي زوجتي شفت حن البلا فينا كلمة للشيخ عيض القرني تعجبني يقول المرعى اخضر بس العنز مريضة نعم الله كريم الله معطاء يده بالخير وبسوطتان ينفق كيف يشاء خيره نازل 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 حشاء يرد محتاجا او طالبا او منطلحا على بابه حشاء جل وعلا اذا ما حصل رد ما حصلت اجابة راجع نفسك راجع قلبك راجع اعمالك راجع افعالك تجد البلثيك معا ما رد الله عنك هذا الخير الا لسبب وان ما اعطاك اعطاك الخير والافضل لك نعم ايوال احبة لذلك احنا اتكلم عن نفسي فعلا لتجارب عجيبة مع الدعاء وتفريج